يحتفل متحف السادات بمكتبة الإسكندرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة باستعراض المقتنات الخاصة برئيس الراحل محمد أنور السادات ويضم المتحف عدداً كبيراً من مقتنية الرئيس السادات منها البدل العسكرية والأوسمة ومقطوطات نادرة ومجموعة من الصور الخاصة به في كافة مراحل حياته توثيق مكتبة الإسكندرية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر يشمل أهم الشخصيات التي كان لها دور بارز في إحداث نقلة عظيمة في تاريخ مصر ويأتي على رأس تلك الشخصيات زعيم الحرب والسلام الزعيم الراحل أنور السادات حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 متراً مربعاً سيشاهد الزائر قبل دخول المتحف عرض بانوراما التراث عن الرئيس السادات مع استعراض لكافة الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية الإسرائيلية وحرب أكتوبر بالإضافة لمجموعة من التسجيلات التي لم تدع من قبل سواء في مصر أو الدول الأجنبية ويضم المتحف الذي يعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل في مدينة الإسكندرية عدداً من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها السادات خلال مراحل حياته المختلفة سواء المصرية أو المهداء من دول أخرى وذلك بالإضافة إلى عدداً من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداء له وللسيدة جيهان السادات نحن نحتفل السنة بالذكرى التسعة واربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة أحب أديكم نبزة عن مدحف السادات هذا مدحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مكتبة الأسكندرية يضم مجموعة كبيرة جداً من مقتنياته التي أهدتها لنا أسرته ممثلة في الرحلة والسيدة جيهان السادات لمكتبة الأسكندرية تخليداً لذكره هذه المقتنيات بتتنوع داخل المتحف ما بين مجموعة من الأوسمة والنياشين اللي بتهدى عادة لكبار رجال الدولة ورؤساء الدول مجموعة من الصور المعلقة على حواق المتحف واللي بتعبر عن محطة مختلفة في حياة السادات وسيجد الزائر كذلك عند زيارته للمتحف جهاز الراديو الخاص بالسادات ومكتبه ومكتبته الشخصية وعدداً من أنظر الكتب التي أهديت إليه وعدداً من بورتريهاته إلى جانب العصى الشخصية الخاصة بالسادات ومجموعة من السيوف العربية والدروع التذكارية والبايب الخاص به والعباء التي كان يرتديها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بقرية ميتابولكوم بمحافظة المنوفية أن هذه القوات أخذت في يدها بعد فضور الأمر لها بمام المبادأة وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توالي بحركتها السريعة الوحدة كما أثبتت معارفنا عبر التاريخ قدر ومصير للقمة العربية وعندما تدق أجراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب وإذا وبدت فلن يسمع لها قول اشتركوا في القناة